أوجه شاحبة وأفواه مغلقة وأجساد نحيلة تبدو عليها علامة الإجهاد والتعب هكذا بدأت صور معتقلي سجنبير أحمد السجن الإماراتي سيئ الصيد الذي ارتكبت فيه سلسلة انتهاكات حسب تقارير دولية المعتقلون أرسلوا بصورهم إلى الرأي العام وهم ينهون الأسبوع الثاني من إضرابهم عن الطعام معتقلون لا يعرفون أسباب اعتقالهم ولا التهم الموجهة إليهم وآخرون صدرت أوامر الإفراج عنهم من النيابة ولم تنفذ أضربوا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من ظلم وتعذيب خلف القضبان واحتجاجا على مماطلة النيابة وعدم البت والنظر في قضاياهم عشرون حالة غماء سقطت داخل السجن بسبب الإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين يحمل المعتقلون الجهات المختصة مسؤولة حياتهم ويتهمون النيابة الجزائية بقتلهم بالموت البطيء أهالهم عبر رابطة أمهات المختطفين والمخفين قصرا يواصلون الاحتجاج أيضا لإيصال أصواتهم وتحقيق مطالبهم في وقفة نفذت مؤخرا في عدن دعت فيها الأمهات إلى الكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين في سجون الإمارات السرية الرابطة طالبت وزيري العدل والداخلية بالكشف عن أبنائهم المخفيين الذين تم اعتقالهم بدون أي تهم منسوبة إليهم وانتهكت حقوقهم داخل السجن وناشدت الرابطة المبعوث الأممي بالنظر في قضية السجون بالمحافظات الجنوبية التي تم تغيبها عن مشاورات السويب اشتركوا في القناة